مبارح كان آخر يوم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في نسخته التسعة وده اللي استمر في الفترة من 16 والغاية 22 فبراك صحيح وفعليات الختام كان فيها حفل أقيم على مصرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية وحضروا عدد كبير من ضيوف الفن المصريين والأجانب اللي كانوا أعضاء في لجان التحكيم خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه الدورة السكندرية السينمائية بصحبتنا النهاردة المخرج السينمائية نيفين شلا بيرتعرف بنا على آخر أخبار هذا المؤتمر وما هو الجديد الذي سيقدمه في نسخته التسعة صباح الخير يا نيفين ومن ورانا النهاردة في سيديو سباح الخير صباح الخير أمن ورسالا بيكم من ورانا صباح الخير عليكم هيا نقول كده في البداية المهرجان اهتم بقى بعروض الأفلام واهتم بالأطفال تبقى متواجدة وعروض للأطفال احنا بقلنا كثير قوي مفتقدين الحكاية دي قولنا بقى ازاي الموضوع حصل والإقبال بتاع الأطفال كان عامل ازاي اكتر العروض اللي عجباتك احكينا الحكاية احنا عاوزة بس اوضح نقطة ان انا كنت مشاركة في المهرجان في ان انا كنت المسؤولة او المشرفة على ورشة صناعة الأفلام القصيرة بالموبايل للأطفال المهرجان ليه اللجنة العليا بتاعته الرئيس والمنصق العام والمدير اللي هم هنخرج محمد محمود وموني ومحمد سعدون احنا اصدقاء من فترة وكل سنة بيبقى فيه شكل من اشكال التعاون ما بيننا كل سنة بيبقى فيه نشاط مختلف انا بعمله معاهم السنة دي جات الفكرة لمحمد محمود اللي هو رئيس المهرجان وقال لي ان هم حابين يعملوا حاجة للأطفال وتبقى بالموبايل لانه دي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى متاحة للأطفال اكيد الاطفال مش هتبقى متاحة ليهم كاميرات كبيرة اكيد الموبايل دلوقتي يفقيد كل طفل فنفكر ان احنا بدل ما الطفل يعني عرضة بقى لكل اختار لسوشيال ميديا يتعلم ان هو يعمل حاجة مفيدة بالموبايل اللي قردي في ايده فليه ما نعملش ده؟ بدل ان هو متلقي نحاوله ان هو بقى يبقى منتج ومنتج ويقدر يقيم كمان يعني يقدر يقيم المحتوى اللي بيتقدم له انه ده ما ينفعش يتفرج عليه ده ينفع يتفرج عليه دي حاجة صحة دي حاجة غلط يبقى هو عنده تقييم ذاتي للمحتوى اللي بتفرج عليه وهو كمان يقدم محتوى بس لاحظة واحدة يعني ايه طفل يعمل فيلم بموبايل دي برضو انا عايزة اتوقف عنده طفل ايه تعريفه عندك كم سنة ويعمل ازاي فيلم بالموبايل وقدروا فعلا يعملوا يعني دي شوية تفاصيل كده بيحتاجة فهمها منك هو كانت المعيير اللي احنا اخترنا عليها الاطفال انه يبقى من سن 9 الـ 15 سنة وكمان في استمارة هو والاهل بيملوها لانه طبعا حاجة زي دي لازم تكون تحت اشراف الاهل ما ينفعش انه هو طفل مع نفسه كده يقدم لازم من وفقة الاهل انه هو يصور ويتصور ويشارك ده غير انه كان لازم يبقى عنده بعض المهارات البسيطة زي انه هو بيعرف يصور بالموبايل بيعرف يمثل بيعرف يكتب ممكن يمنتج على برنامج صغير مثلا على الموبايل يعني كان في عدة معيير صغيرة بحيث ان احنا نسقل هذه المهارات البسيطة ونكملها وهم قدروا فعلا يعملوا 10 افلام منهم 6 ترويئي و4 تسجيلي وديناهم جوائز مددهم قد ايه 9 الـ 15 دقيقتين كل فيلم دقيقتين 3 دقيقة ما فيش فيلم زاد عن كده وهم منتجهم بقديهم كمان هما صوروا يعني كانت الورشة على مدار 5 ايام اول يوم كانت اخراج دي كانت لوحدة اخراج وكتابة بديموا المبادئ الاساسية ازاي ان انا اجيب ستوري اقدر اصيقها احكي حكاية ازاي لانه الاخراج ما هو ان انت بتحكي حكاية بالصورة فلعبت اللعبة دي معاهم يعني انا بعرف العب من الاطفال وبحب الاطفال جدا فابتدينا انه احنا طب يا جماعة لو في حاجة حصلت او موقف معين او حاجة مدايقاني او حاجة ببسطاني احكيها ازاي القصة نفسها بتبتدي من ايه بتتكوى من ايه القصة مش لازم شخصيات مش لازم مكان مش لازم نهاية مش لازم عقدة فآه آه طب ببتدينا نطبق بقى من الحكاوي بتاعتهم ومن حياتهم ايه اللي بيضايقك ايه اللي بيبسدك احكي لي خروجة مع مامتك هتعمله ايه وبتدينا فعلا نستقر على القصص اللي هنصورها وازاي نحكي الحكاية تاني يوم كان عندنا تصوير وكان معنا اوستاذ احمد سمير هو مدير تصوير ومتخصص بقى في سنة الموبايل ابتدى بقى يوريهم ايه اللي نصبط الكادب الموبايل نصبط الاضاءة تاخد الاضاءة نور بتاعك الحاجات البسيطة كده اللي هو ايه اقدر اصور الحدوطة اللي كانت عندي بنمبيره بالموبايل بشكل بسيط الساتينجز الاساسية تالت يوم كان معنا اوستاذ احمد المطر زبطوا الصوت كويس برضو ما هو جعلهمهم برضو ده نحن منراكب الكابل وكانهم برضو جايبين ميكروفونات صغيرة في المهرجان قدروا نعمل تستاتزاي ومش هعرف ايه كل الحاجات دي وسجلوا فعلا صوت في افلام بازت فيها الصوت وفي افلام زبطي دي اكتر حاجة بتبوص فعلا اه اه دايما الصوت دي معروفة سيمكن الولاد علشان بيتفرجوا على الانفلوانسر طول الوقت وبيتابعوا بقى كتير وهو بقى يعني في متناول اليد المايكس الويرلس اللي بتبقى كونكتد على التليفون فبرضو تلاقي الولاد الصغيرين عاديين سرعين لايك في البيت عادي خالص هم مركبين المايك الويرلس بالزبط بالزبط الولاد الصغيرين او ما اسهل ناس بالذات للتكنولوجي والحاجات الموجودة اسهل حد تتعلمي يمكن مثلا لو حد كبير في السن او بابايا او حد مثلا اكبر مني في السنة شوية صعب ان انت توريره حاجة على الموبايل وتقوله اعمل كذا انما لو طفل ممكن يتعلم الموبايل قبل ما يتعلم القرية وكتابة واكيد بتشوفوا ده كتير انه ليكوا قريب اطفال تلاقيه مسك الموبايل وعمل يلعب جيمز ويتفرج على فيديوهات وهو لسه ما دخلش الحضانة اصلا فبالتالي لازم نستغل ده بشكل ايجابي انه طالما الطفل ايده سهل على الموبايل وقادر ان هو يتعامل معيه طب ليه ما يتعلمش بقى حاجة ايجابية انه يتكلم عن نفسه ويتكلم عن مشاعر ويتكلم عن اللي بيضيق ويتكلم عن اللي بيفرحه بدل ما يقعد يتفرج بقى على الحاجات السوشال ميديا زي من فيه حاجات كويسة في حاجات ويحشة كتير طب 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 دي نقطة مهمة جدا بعيدا عن الجانب السينمائي اللي انت تكلمت عنه انا عايزة اتكلم عن الجانب النفسي الجانب التربوي الاجتماعي صناعة الشغف انا بصنع شغف عند طفل انه يحكي حكاية بصورة بالزبط نقدر نخليها ازاي صناعة ايجابية يعني ازاي اخلي هذا الطفل ينتج منتج او يخرج مخرجات ايجابية من صناعة الصورة نعلمهم ده ازاي ارجو انه يكون سؤالي واحد عدقيق اه لا لا انا هقولك عن تجربتي الشخصية بشكل خاص مش هكلمك بشكل عام لانه ده موضوع ممكن نعملتي عليه حلقات طبعا تمام فانا هكلمك عن تجربة الصغيرة بتاعتي انا شخصيا عملت ايه مع الولاد اول يوم قلت لهم ممكن كل واحد يكتب اكتر حاجة بتضيقه او بتخليه زعلان واكتر حاجة تبسطه جميل فقالولي تمام المهم الولاد كلهم ودي حاجة غريبة جدا يعني احب ان انا اسارع طبعا في التلفزيون المصري ان الولاد بلاستيق عندهم مفتقدين الاحساس بالالفة مع العيلة يعني قالولي اكتر حاجة بتبسطنا انت انا اقعد مع اهلي قلت له بقى الجد والجد قالولي لأ بابا وماما واخواتي تقولوا طب انت عايش معايهم يعني مسكين الموبايلات بالزبط بالزبط فتلاقي انه كل الاطفال بالقاتل الصامت بالزبط ده اكتر مصطلح فعلا حيي جدا الموبايل عمل عزل للاطفال عن اهليهم بقى الطفل مشتاء انه يعود مع امه يعود مع ابوه يعود مع اخواته الام مسكها الموبايل بتشوف المودة وبتشوف الحاجات الاب في الموبايل فالطفل قاعد بيقول لي انا باكتر حاجة بتضيقني لما بقى الوحدي وقلت له انت الوحدي قال لي اه فبالتالي اولا انا استفدت من التجربة دي انه انا عرفت انه اغلبية الاطفال في هذا الجيل ايه اكتر حاجة مفتقدينها واكتر حاجة مشكلة عندهم بكل بساطة اكتر حاجة بتبسطك ايه لما نخرج كلنا العيلة ونلعب في الجنيدة اللي هو ابسط حاجة ابسط حاجة اللي هي الحاجات الاساسية مالش حاجة قال لي مالش حاجة فانسي ولا مثلا ناكل مش عارف ايه ولا نروح نلعب ملاهي عاملة ازاي انا وعيلتي بس والاولاد كمان المستوى الاجتماعي بتاعهم اللي هما كانوا في الورشة اغلبهم من مدين مدارس لغات ومدارس ناشنال وانترناشنال ومدارس فرنسية فبالتالي مش اللي هما مثلا مفتقدين حاجة قوي انا الميدل كلاس والأوبر ميدل كلاس شوية فالليه ليه الولاد وصلت للدرجات دي فأولا دي إشارة هل الولاد وصلت للدرجات دي علشان فعلا اهليهم بعاد عنهم ولا الولاد بيبقوا طول اليوم منشغلين بحياتهم على الموبايل ومنشغلين باللعبة مع الأطفال ووقت لما بيجي الاهل يقول لهم سواني بقى كفاية موبايل يلا ده وقت النوم أو يلا ده وقت المذاكرة تبتدي بقى المشاعر الفيضة تظهر انتوا حشتوني قعدوا معايا ده بيحصل فعلا وده بنشوفه في البيوت انت متخيلة ان الولاد ما بيبقاش عندهم القدرة على التمييز في النقطة دي ما وضحوها الكيش وانت بتكلمه معايا هلما طبعا بيكلمه ببساطة بس احنا الكبار طبعا نقدر نحلل اللي بيقولوا ده ونقدر ان احنا نميزه ونشوف اصل المشكلة اعتقد طبعا بيش المشكلة عند الاطفال لانه احنا الكبار المسؤولين عندها فما اقدرش احمل الطفل المسؤولية ان هو مسك الموبايل على طول لأ ما فيه بابا وماما هو من المفروض ياخدوا بالهم ان الموبايل ده مش 24 ساعة ممسوك والوي فاي ده مش مفتوح 24 ساعة فبالتالي هنا يعني ارجع لسؤال حضرتك انه ازاي ان انا ممكن الورش او نوعية الورش دي ممكن تستخدم في اعادة تأهيل الطفل تاني واعادة التواصل ما بينهم وما بين اهلهم انه الاطفال يقدروا يعبروا عن نفسهم ودي اشكالة كبيرة جدا انه اغلبية الاطفال ما عندهمش المقدرة ان هما يعبروا عن اللي جواهم اللي مزعلهم اللي مفرحهم اللي مدايقهم كمان ممكن نتطرق لمشاكل اكبر انه فيه اطفال في عمارة صغيرة ممكن نتعرضوا بقى المشاكل من الاهل من الارايب ضرب احنا عارفين طبعا التحرشات بتكلم بشكل عام يعني مش عالولاد اللي كانوا معين فبالتالي لو الولاد سواء بنات او ولاد مش قادرين يعبروا عن نفسه فدي مشكلة كبيرة جدا لسانا لفت نظري في كلامك حاجتين يعني بي لفت نظري اول حاجة انك بتقولي ان الولاد من عمر التسع الى اربعتشر وخمستاشر كتبوا وعبروا برغم ان ببقى شايفة ان الاغلب بيفضلوا انهم ما يكتبوش اللي بيحبوا يعملوا يسجلوا فويسز لكن مهارة الكتابة بقوا يفضلوا انهم ما يستخدموها هم ما كتبوش قوي عشان هوضح وطاني حاجة انك قلت ان الافلام القصيرة اللي اتعاملت مدة ديقتين فكرة اختزال فكرة في ديقتين احنا بنعرفش نعملها بكبار لازم نقول حاجات اهو شوفي انا بسؤالي بقى لربع ساعة اهو متر فازاي هم عارفوا يوصلوا للمهارة دي او انت ازاي ضربتيهم عشان يوصلوا لحاجة زي كده انه بتسألي سؤال صغير وتبتدي انه هو يجب اللي هو بقوله ايه اكتر حاجة بتبسطك سؤال بسيط جدا لطفل فهو اول مرة يتسيقل في حياة السؤال ده يعني واستغربت جدا اللي هو قاعد يفكره كتير كده ويبصوا لفوق فبقوله فديته اختيارات طب لو كذا لو تروحت وتاكله في مكان معين لو مش هارف ايه فابتدى هو كانت الاجابة سؤال والدة اللحظة فابتدى انه هو كنت بوقفهم يعني في المكان اللي احنا كنتم ناخد فيه الورشة اللي هو كل واحد يطلع وكنت حب جدا انه هو يواجه زميله الكتابة دي اسلوب انا بعتبره انه هو اسلوب مستخبي زي اللي بيكتب السوشال ميديا من وراء الشيش ومش هيقول فيه كل حاجة بالزبط فانا عايزاه يطلع يعبر ويبقى عنده المقدرة انه هو يكلم قدام زميله ويكلم على الحاجة اللي بيتدايقه مهارة عرض وتقديم اه اه فيه بنت بسلا من المدنيات قالتلي اكتر حاجة بتدايقني لما حد يتكلم على حاجة في شكلي او على شعري هي شعرها مثلا ما كانش ناعم فاللي هو لما حد يقولي انت شارك عملاك كده ليه دي حاجة بتدايق قلتلي طب وانت بتعملي ايه قالتلي مش بعمل حاجة باخد جنب كده وبفضل طول اليوم الدايقة فاللي هو حاجة مهم انا بحس انه لا نفسي انه مادة السينما والكتابة والاخراج تبقى مادة دراسية زي الموسيقى وزي الرسم وزي التدبير المنزلي وزي الزراعة خلينا نقول مهرجان اسكندرية هو نرجع المهرجان اه المهرجان هو اللي عامل دا ولا دا موجود في كل المهرجانات ان انا اعمل ورش خاصة للاطفال انهم يعملوا سينما موبايل هل دي حاجة اكس كلوسيف او يعني متخصص فيها مهرجان اسكندرية ولا موجودة في كل المهرجانات وزي نطبق اده ونخلي يعني لكل الشباب السوائرين هو لا مش في كل المهرجانات طبعا بتقيم ورش متخصصة للاطفال حتى لو بتقيم ورش مش بيطلع منها ناتج فاحنا طلعنا ناتج عشر افلام ودي حاجة ما حصلتش قبل كده كل مهرجان بيبقى ليه اللي بيعملو ولي ما بيعملوش وهي كانت فكرة مهرجان اسكندرية وهم اتكلموني وقالولي احنا عندنا فكرة طب نعمل ايه المحتوى وانا اشتغلت على المحتوى طب هنعمل كذا طب هنترجع اطفال طب هنتكلم ازاي طب هتدار الورشة ازاي مين المواد اللي هنبقى المادة العلمية اللي هتدرس في الورشة وكنت مرعا جدا انه في سن الصغير ده الطريقة بتاعت التلقي بتاعتهم معتمدة طول الوقت على الصورة طبعا فمحدش هتقف تشرح لهم كده وتفضل تقول لهم لا كنا بنقوم كل شوية نجري في الجنينة نعمل تدريبات جسمنية نصور حاجات بالكاميرا طول الوقت فيه كده نشاط نعملها وهم طول الوقت كان فيه تفاعل يعني مش طول الوقت انا اللي برغي بس صحيح يعني هي تجربة تستحق الدراسة تستحق التأمل تستحق ان احنا نطبقها في مدرسنا في نوادينا الاجتماعية لغة الصورة مهمة جدا انا امكان انا كتلفزيوني فهم كويس جدا نيفين بتقول ايه وعارف ازاي انك زاي ما بتعبر بالرسم او بتعبر بالكتابة انت ممكن جدا تعبر بالصورة وخصوصا لو كنت طفل فاشكرك شكرا جبير جدا مخرج السينماين ابين شلبي على الحاجات الجميلة اللي طلعتها من الاطفال ونتمنى تعميم التجربة وجودها بشكل عام في كل المهارة ان شاء الله مرسي جدا على الاصدافة شكرا 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 شكرا